محافظة سويس مستمرة في المحافظة على مدار العام ويمكن دي الجولة تعتبر الجولة التالتة في خلال فترة زمنية بسيطة ويمكن الحقيقة النهاردة احنا شرفت في البداية طبعا بافتتاح المركز التكنولوجي في الدوان عام المحافظة الجديد ويمكن المركز ضمن خطة الدولة للموضوع التحول الرقمي وما يكنت كل الخدمات اللي بتقدم للمواطن وزي ما حضركم شفتم معنا النهاردة نقلة كبيرة جدا وفي تحرك كبير من الدولة علشان تيسير الخدمات للمواطن والاهم يبقى ما فيش اتصال مباشر ما بين الموظف والمواطن أولا لتيسير الإجراءات وكمان درقا لأي شبهة فساد ممكن تحصل من خلال التواصل المباشر اللي بيحصل الحقيقة شرفت أيضا في الصباح بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة سويس واستمعت منهم أيضا لطلباتهم فيما يخص مشروعات التطوير والتنمية في المحافظة انتقلنا الحقيقة لتفقد العديد من المشروعات المهمة جدا في محافظة سويس وخلينا يمكن هنا اتكلم ان مدينة سويس تحديدا طبعا المدينة معروفة بتاريخها والمدينة بتتميز بموضوع المدن السكنية اللي هي أنشأتها الدولة بعد حرب 73 ويمكن بعضها كمان قبل 73 ومشكلة هذه المناطق بمنتال أمانة ان لم تمسها يد التطوير منذ إنشأها ففي بعضها كان بقاله 40 سنة وبعضها يمكن أكتر من كده والنتيجة لكده طبعا حصل مع التطور اللي بيحصل وزيادة على السكان تهالج شديد جدا للبنية الأساسية وشبكة الشوارع وحتى العمرات السكنية نفسها فإحنا يمكن كان في 35 مدينة سكنية سادة المحافظ لما عرض على فخامة الرئيس وطلب ان يتعامل لها تطوير الحقيقة كان توجيه فخامة رئيس للحكومة ان احنا نبدأ تطوير هذه المناطق بصورة فورية يعني بهدف طبعا تحسين جودة الحياة لكل أهلين اللي عايشين فيها واللي بيقتنوا هذه المناطق الحياة احنا تفقدنا نموذجين أو ثلاثة من هذه المناطق بعد تطويرها وإحنا النهاردة في 17 منطقة سواء خلصت تقريبا أو شبه اكتملت أو حتنتهي أعمال تطويرها في خلال الشهور القليلة جدا القادمة 18 الباقيين إن كان عشان كده كان يعني اللقاء مع سيدة المحافظ هنبدأ فيهم فورا أيضا وتم تخصيص يعني مبلغ مالي على طول علشان السيد المحافظ يبدأ في التنمية وأعمال التطوير اللي فيهم مع بعض المناطق الأخرى اللي نقدر عن نقول عليها مناطق عشوائية برضو هنبدأ فيها فكر يعني إن إحنا نبني الأول حي سكني ملائم للأهالي وننقل السكان بتاعة هذه المناطق اللي لا يصلح مها أعمال التطوير إنها تبدأ تتنقل في هذه الأماكن الحضراء الجديدة زي اللي اتعمل في الأصمرات وبشار الخير وأهالينا وكل المناطق الأخرى حيتعمل الحقيقة نموذجين أو تلاتة هنا في محافظة سويس وبسرعة شديدة ويمكن عشان كده اتفقت مع معادي المحافظ على هذا الموضوع الحقيقة يمكن طبعا يعني تفقدنا بخلاف مناطق التطوير تفقدنا يمكن المدينة الرياضية والمستشفى الطلب الرياضي اللي هي يمكن واحدة من النماذج القليلة جدا على مستوى الجمهورية اللي بتتنفذ على مستوى مصر كلها إنه يبقى فيه مستشفى متخصص لعلاج أو عمل العمليات الجراحية للرياضيين وأعمال النقاها وأعمال العلاج الطبيعي ودي جزء من منظومة كبيرة وزارة الشباب النهاردة شغالة عليها أيضا تفقدنا يمكن محطة صرف الصحي أو رافع بتاع صرف الصحي لمنطقة الزراير ودي كان يعني محطة من المحطات المتهلكة واللي كانت تقريبا شبه توقفت وكانت كفائتها أو قدراتها لا تزيد عن 45 ألف متر مكعب في اليوم النهاردة اترفعت كفائتها بالكامل وبقت طاقتها تصل إلى 180 ألف متر مكعب وتقضي لمدة 25 سنة قدام لخدمة المناطق الموجودة النهاردة في المحيطة بيها الحقيقة يمكن أنا عايز هنا أتكلم على وإحنا وقفين النهاردة وأنا تعملت إن إحنا تكون المؤتمر يعني إلا أتكلم فيه مع حضراتكم هنا إحنا في منطقة مجمع السويس الطبي والحقيقة هذا المجمع يمكن سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما وجه بإنشاؤه ضمن منظومة تأمين الصحي الشامل اللي هتتعمل في كل محافظات مصر ومنهم طبعا محافظة سويس اللي دخلها ضمن المرحلة الأولى من المحافظات المجمع ده هو مش مستشفى دي مدينة تبضية كاملة إحنا بنتكلم هنا على منشأة هتبقى على غرار الأسر العيني في القاهرة مستشفى الدمرداش ومجمع مستشفيات جمعة عين شمس الحاجات الكبيرة جدا إحنا بنتكلم على مستشفى قوامها أكتر من 425 غرفة ممكن 430 غرفة منهم أكتر من 110 غرفة رعاية مركزة 16 غرفة عمليات حضانات أجهزة غسيل كلاوي أعتقد 165 جهاز لغسيل الكلا يعني النهاردة دي مدينة طبية بالكامل مش هتخدم فقط سويس ولكن هتخدم محافظات أقليم قناة سويس كله وبالتالي يعني ممكن كان وفيها النهاردة الأول مرة هتحصل تدخلات جراحية لعمليات دقيقة جدا جراحات القلب المخ والأعصاب كان يعني أهلينا هنا في السويس عشان يعني أي حد فيهم بيحتاج هذا التدخل الجراحي كان لازم ينزل القاهرة النهاردة مع هذا الصرح اللي إن شاء الله بنأمل إن يتم افتتاحه في النصف الأول من العام القادم يعني معادي الوزير إحنا بنتكلم حندق قدر الإمكان بحيث إن شاء الله في النصف الأول من العام القادم يكون اشتغل بالكامل الأعمال الإنشائية زي ما حضركم شفتوها اكتملت إنما إحنا بنتكلم على توريد الأجهزة الطبية وتفرش المستشفى وده هياخد الفترة الجاية كله علشان نقدر إن إحنا نشغل هذا المكان ويبقى فعلا صرح طبي يضاف إلى الصروح الطبية كبيرة جداً اللي بتتعامل ويمكن أنا كنت بتكلم معادي وزير الصحة على مراكز الوحدات الصحية ومراكز صب الأسرة اللي بتدت تتعامل لها تطوير كامل على مستوى المحافظة علشان تبقى جهزة المحافظة بالكامل لبدء تطبيق المنظومة إن شاء الله برضو تزاموا مع افتتاح هذا المجمع هتبدأ تتطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس وده يمكن شيء مهم جداً لإن يمكن هذا الإسبوع أيضاً أنا كنت عامل اجتماع لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل مع معادي وزير الصحة ومعادي وزير المالية عشان نضمن استدامة هذه المنظومة منظومة التأمين الصحي الشامل في أي دولة وبتعتمد على تأمين الموارد المالية اللي تمكن هذه المنظومة إنها تفضل شغالة عشان ما تتدهورش مع مرور الوقت وده عشان كده إحنا كنا بندرس مع بعض يمكن لما بعد يعني عشرين اتنين وتلاتين يعني بنشوف الرؤية والموارد المالية اللي حتبقى متاحة جوه المنظومة لعشر واثناشر وخمستاشر سنة قدام عشان نبقى واخدين بنا وعنين على هذا الموضوع وما نتركش الأمور إنها يعني يحصل لها أي نوع من التباطؤ أو التدهور لأن المفروض إن شاء الله تبقى بتعليمات فخانة الرئيس المنظومة تغطي مصر كلها في خلال عشر سنوات فبالتالي إحنا لازم نبقى متطمينين إن مع تطبيق المنظومة بالكامل على كامل ربوع جمهورية تبقى هناك منظومة مالية تضمن استدامة وجودة الخدمات اللي هتبقى موجودة مازال هناك الكثير الدولة يعني معناية بيه هنا في محافظة سويس ويمكن كان كلامي مع سيادة المحافظ وكنت حريصة على لقاء عدد من المواطنين في أماكن التطوير اللي كانوا بيبدو ساعدتهم وطبعا يعني دعاهم للدولة إن هم تستمر في أعمال التطوير وكنت بقولهم إحنا لسه قدامنا مشوار طويل هنا في سويس وحرسين كل الحرس إن يتعامل شغل أكتر بكتير من اللي موجود وإن شاء الله ربنا يقدرنا في خلال الفترة جاء هنعمل هذا الكلام مع كل زملائي من الحكومة والمحافظة عشان فعلا نستهدف رضاء المواطن السويسي زي كل حتة في مصر كل المشروعات اللي بتتعامل النهاردة هدفها خدمة المواطن البسيط وتوفير الخدمات الرئيسية لي أنا كنت حريص بالذات على موضوع الصحة عشان نهدي رسالة قوية قد إيه الدولة بتستثمر في منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية والخدمات الاجتماعية كلها اللي بتقدم للمواطنين وإن الدولة حتى بالرغم يمكن كان أحد المشروعات المهمة اللي بتخدم المواطنين أيضا اللي هو تقطين الترعة ورفع كفاءة ترعة السويس اللي موجودة ويمكن تفقدناها مع حضراتكم ويمكن كان الزيارة اللي فاتت كان أول ربعمائة وخمسين متر خلصه النهاردة بنشتغل في حوالي أربعة كيلو أخرى وهم مكملين بقية الترعة كلها بحيث هو الموضوع مش فقط تقطين الترعة ولكن كمان بنرفع الخدمات وبنعمل مجموعة من الخدمات الترفيهية لأهالينا اللي بيبقوا سكنين حوالين المنطقة الشيء المهم اللي بحب أختم به كلامي أن يمكن كان دايماً أهالي السويس بيقولوا أنه صحيح أنه بيطلق علينا محافظة حضرية ولكن هناك قطاع ريفي كبير وهو منطقة حي الجناين وكانوا طلبين طبعاً وكان فيه هناك طلبات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تدرك ضمن مبادرة حياة كريمة وكان توجيه سيادته للحكومة أنه فعلاً يتم إدراج القطاع الريفي في محافظة سويس ضمن مبادرة حياة كريمة وده فعلاً إن شاء الله هنبدأ فيه خلال الفترة القادمة علشان برضو نغطي الجزء أو القطاع الريفي اللي هو متمثل ما زي ما تكلمنا مع سيادة المحافظ في حي الجناين أنه يبقى داخل أيضاً في مبادرة حياة كريمة وبالتالي مشروعات حياة كريمة اللي بتتعامل أيضاً في منطقة حي الجناين إحنا لسه يمكن قدامنا جزء آخر في الجولة إن شاء الله هنتفقد برضو تطوير بعض المحاور والمناطق الأخرى ولكن يمكن حبيت إن إحنا نلتقي النهاردة مع حضراتكم في الجزئية دي وتعمت مرة أخرى إن إحنا نبقى خلف هذا الصرح العملاق اللي إن شاء الله باجتماله هيضيف الكثير لمنظومة التأمين الصحي مش فقط للسويس ولكن لمصر كلها إن شاء الله بشكر حضراتكم دولة رئيس مجلس الوزراء يعني المشروعات القومية في جميع محافظات مصر لابد أن يكون لها البرنامج الرئاسي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية مدى التنفيذ في استراتيجية الأسرة المصرية لتتواكب مع هذه المشروعات؟ بصح ريتك طبعاً الموضوع استراتيجية تنمية الأسرة إحنا شغالين دي في مجموعة عمل شغالة على هذا الموضوع وبدأنا التنفيذ بالفعل السيد وزير الصحة يمكن كنا بنعرض هذا الموضوع وحتى في لقاء برضو بكرة إن شاء الله مع سيادته علشان تفعيل هذه المنظومة وفي متابعة كبيرة جداً لها والأهم إنها من خلالها إن إحنا نوفر طبعاً كل الإمكانيات والوسائل اللي تمكن الأسرة من يعني الأولاً إنها يبقى تضمن إن أولادها في صحة كويسة وأيضاً يبقى بتخطط لعدد الأسرة وعدد أفراد الأسرة ويمكن يعني حضراتكم خلينا نتكلم ونتكلم دايماً في هذا الموضوع الدولة المصرية محتاجة في هذه المرحلة وقفة حقيقية من مواطنيها لموضوع زيادة السكانية إحنا يمكن أعتقد الجهد اللي بيبزل النهاردة في كل ربوع مصر وفي كل حتة في مصر أعتقد حضراتكم متابعين حجم الشغل للدولة المصرية بتحاول تسابق فيه الزمن علشان تعود عشرات السنين من الإهمال والتضاهر اللي كان موجود في كل حتة في مصر لكن بمنتهى الأمانة عشان نبدأ نشعر بهذا الكلام وثمار هذا الكلام لازم يبقى في نفس الوقت يقبله نوع من التخطيط لزيادة السكانية لأن أنا بقولها لحضراتكم حجم الضغط الهائل على الدولة المصرية النهاردة مع كل سنة بيدخل عدد ليس بالقليل كزيادة بكل الخدمات اللي هم عايزينها بيضافوا على العدد السكان عايزة أقول ما فيش حتى دول متقدمة غنية تستطيع أنها تتعامل معاك وبالتالي إحنا محتاجين وقفة زي ما دول كثيرة جدا عملتها ولو لفترة زمنية بينية يعني بيبقى فيه نوع من يعني التخطيط والإعلان عن خطة واضحة بنستهدف فيها تخفيض الزيادة السكانية ولو تكون لمرحلة زمنية زي ما عمل الدول كثيرة جدا علشان نقدر فقط إحنا كل اللي عايزين وإيه نعوض فترة سابقة حصلت فيها يعني احتياج وتراكم لاحتياج لخدمات وبنية أساسية وفرص عمل لو قدرنا منهارنا نخفض الزيادة السكانية برقم جيد ده حيخفف عن الدولة العب والضغط الكبير عشان تخلق فرص عمل وعشان تنشئ مدارس وعشان تنشئ مستشفيات وعشان تنشئ خدمات وتخليها تركز إنها تعوض بس الجزء اللي مطلوب من الماضي يعني لو قدرنا منهار ده فقط إننا يبقى كل تركيزي أقل للفجوة المتركمة بقالها 40 و50 سنة وحقق منها في خلال فترة زمنية بسيطة اكتفاء كامل ويبقى خلاص حصل التوازن ده حيومكننا كدولة فعلا إن المواطن يشعر إن خلاص بقت الدولة بقت في مكان تاني خالص هذا الموضوع شديد الأهمية ومحوري وأعتقد هذه الفترة النهاردة مع الأزمات العالمية الكبيرة للعالم كله النهاردة بيواجهها بقت النهاردة تحتاج مننا كلنا كمواطنين مع الدولة إن احنا نشتغل يدا بيد فيها بشكر حضراتكم جدا شكرا ترجمة نانسي قنقر